مرحباً 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 دقائنا اليوم سيحكي عن تقنية جديدة متخص للمنغ ما ها أحكي لكم أكثر من هكذا لحتى نبلش شوي شوي ونوصل لعرض فيتو اللقاء بعد أن نحكي عن التقنية الظلجة نزرى داخل الدماغ هيك اقترح كمسمى وهو نهاية نصمم التقنية وعرضها بأحد قائل تد إكس جملة الدماغية هي معلومات بسيطة عن الدماغ لنطرحها لأنه موضوع نقلل علاقة بالدماغي يعني مع أنه ما لكم بحاجة أغلبكم طلاب طب ممكن كلكم الدماغ بالأداء المخيخ هي المنطقة بالدماغ تحت الجزء الأكبر أبراس مهما هو تبدكيح المشاكل تفكير شعور عنده بعض السيطرة على مناطق بالحركة المخيخ هو هو المنطقة الخلفية من الرأس تحت المخ بسيطرة على المنزل والتوازن كلها نعرف خلايا بوركنج الخلايا العصبية موجودة بالمخيخ جبع الدماغ تحت المخ أمام المخيخ هو الجسر الوصل بين الدماغ والنخاع الشوكي أبرز معامه هو السيطرة على وضائف الذاتية لنفس معدل ضربات القلب والضغط الدموي غابة العصبونات غابة العصبونات عنا أكثر من مئة مليار خلية عصبية أو عصبون الخلايا العصبية هي اللي محاطة بدائرة حمراء التفرعات العصبية هي هون وهون أما نهاية الإشارات يلي هي تمتشر ضمن غابة العصبونات سميت بغابة العصبونات لأن هي إلى تفرعات كتير كبيرة تشبه تفرعات الأشجار تنتقل بهذا الشكل التقريبي التعرف على شكل الدماغ أثناء قراءة الكلمات هذا المنطقة المتفاعلة من الدماغ أثناء قراءة الكلمات تنبه المنطقة هون تفكير في الكلمات بالفصل الجبي والنطق بالكلمات بالفصل الصدقي أعلى النشاط بكم بالباحات الحمراء بعدين عن حسب تدرج ألوام قصقزح بقل النشاط لحتى نصل للمنطقة الصفراء هل أعرف ماذا هي الطريقة بالتصوير لتطلع معناها هذا الشكل؟ ماذا؟ 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 لم تتح hoping ندخل جسم البشر السيد الدماغ سمعناян أن نتحدث عنه لن نطلع العام سيد الدماغ ماذا؟ ماذا؟ نبدأ معدنا أول tena يبدأ دراسة الدماغ يمكن أن يدخل الدماغ تحم بالناسبة التgototer خلية دبقية اللي هي الخلية الدائمة للخلية العصبية وأكثر من 15 كردليون وصلة العصبية الكردليون هو أنه يكون جمب الخمسة عشر صفر يعني هو ألف مليون المليون هذا التواجد الكتيف لأكتير أجزاء ضمن مساحة الصغيرة اللي هي مساحة الدماغ رح تخلينا نتخيل شكل الدماغ بهذا الشكل شكلات كتير ومصلت بعضها ما نفرق بيناتهم ما رح نقدر حتى نوصل لنهاية الخل الأحمر اللي أنا عم حاول أسحبه ووصله ما في أمد أول دراسة جرت على الدماغ كانت في عام 1895 ميلادي عن طريق الأشعة السينية الأشعة السينية هي الأشعة السينية هي اللي موجودة بشكل معتاد بالعيادات الشعاعية عن طريقة منعمل تصوير للكسور للردود منقدر نكشف عن مشاكل بالمفاصل ونتكشف عن طرف طوق العظام التسوس والهشاشة حتى تستخدم بأعمليات القسطرة لحتى تضل عم تعطي الصور مباشرة عن القلب لها إذا صار إنسداد أو تضيق أوردة أو شرايين أو هاي هي اللي بتكشفه يتدارك الموضوعاتنا العملية الجراحية أيضا تكشف عن التهاب المعدة الأمعاء وكثير أمور تانية إلى اهتمامات غير طبية اللي هي الكشف عن المعادن أو المعادن رغم فوائدها العظيمة لكن أضرارها كتير كبيرة هي بتسبب انخفاض قريات دم الحمراء والبيضاء بتعمل انخفاض كبير بالهموغلوبين بالدم اللي هو المركب الأساسي للدم بسبب أن المياه حادة بتعمل ضع طعام وهزل هزل وتعب الضرر المزمن اللي هو على الأمد البعيد بصير عندي سويدات بالجلد عندي سرطانات عندي ضرر على أضاء تناسولية وبيعمل عتمة عدسة إذا تعرضت عدسة العين لفترة طويلة الأشعة السينية بعد كل هذا بطلنا ما بدنا أشعة سينية راح نطور لشي تاني تصوير الطبقي المحوري تصوير الطبقي المحوري اللي هو عبارة عن ثلاثة أنواع الخطية اللي هي أمبوبين من الأشعة السينية بيمشوا حوالي الجسم بيعطوا صورة كاملة عن الجسم أول متعددة اللي هي أكتر من أمبوبين من الأشعة السينية وأخي طريقة اللي هي سي تي سي تي هي كمان أشعة السينية أنا ما بيبقى لش أشعة السينية لكن بتعطيني مصفوفات أو شكل عام كمعادلات بتمبرمجتل حتى أحصل على صورة بشكل أفضل الملاحظة هي أنه نهاية هي كل أنا بأشعة السينية سوو رجعنا لـ The Circle Of بطلنا أشعة السينية رفضناها اللي عنده ضرر كبير تصوير طبقي محوري تصوير طبقي محوري وأساسه أشعة السينية بطلنا مرة ثانية صار عنا تطوير ثاني لـ تصوير الأمواج فوق الصوتية الأمواج فوق الصوتية هي عبارة عن توجيه ترددات موجية صوتية عالية للجسم بين الـ 2 و 10 ميجاهرتز بتصدم بأقصجة الجسم بتنرد بتعطيني صورات بنائية البعد بتسبيته لقد شفتها عن 1970 وهي أهم استخداماتها مع الحوامل الأعضاء الباطنة لا أمتني لا أمتني لا تريدون أعضاء الباطنة القلب والأوعية وسواها هي أبدا مبتعة صورة الشريحية طب تطويره بمرحلة معينة لتصوير دوبلر اللي هو مخصص بأبرز الشيء اللي يصوره الشريعان السباتي شريعان السباتي هو بغضي الدماغ بأن أي مشكلة بالشريعان السباتي بدر أكشوف مشاكل الدماغ لكن بالدماغ البشري عرضي في عنا خلايا عصبية ضالة خلايا عصبية ضالة هي اللي ما عندها توجه وظيفة معين هي حالة طبيعية موجودة عند كل الناس بتصير غير طبيعية لما يزيد عدل خلايا العصبية ضالة ترجلات الأمواج فوق الصوتية بتسبب زيالة عدل خلايا العصبية ضالة يلي هي ضايعة بالدماغ ما بتعرف شو بتعمل بيصير عندي ضعف بوظائف الدماغ 30% من الأجنة المتعرضين للأمواج فوق الصوتية هذه الأحصائية هي من عام 2012 يعني هي أحدث أحصائية لموضوع أمواج فوق الصوتية باعتبار 2013 لسه مصر تجربة عن الموضوع 30% من الأجنة المتعرضين للأمواج فوق الصوتية صار عندهم مشكلة بالحركة يعني بيكونوا هنا برحم الأم بيحركوا باليمين بيسروا بالبسنين والدو بيكونوا عسرين أو يسار مرحلة جديدة من التطور للتصوير برانين المغناطيسي أو الـ MRI تصوير برانين المغناطيسي هو عبارة عن مغناطيس قوي بجلب ذرة الهيدروجن من الماء المتواجد بإنسجة الجسم على أساس الكثافة بيعطيني الصورة عن منطقة معينة تصويبه لنين المغناطيسي هو أفضل أنواع التصويري اللي موجودة حالياً بسوريا أكثر من هذا النوع إحنا معنا هو المعتمد بشكل أساسي بكثير حالات كون أنه ما عنده أشعة مؤينة الأشعة مؤينة هي الأشعة السيمية اللي كانوا طول الوقت عم نعمل الـ Circle of Bطنة أشعة مؤينة هو بوجه حق المغناطيسي ساكن وبالتالي ما عندي مخاطر صحية لكن الضرر يلي بسببه يعمل تسخين أنسجة وهذا إذا ما تم تداركه بسرعة قد يعمل ضرر بالأنسجة أو تهدك اكتشف عام 1980 ميلادي هذا التصوير الرائع يلي حللنا كثير بشاكل واللي وصلنا فيه لكثير أمور زيادة وتطور العلم وكتشفنا مناطق جديدة بالدماء بس كرمان التصوير المناطيسي هرمنا من أجل هذا النوع التصوير التاريخي التصوير بدني المغناطيسي مرآي كملخص وعبارة عن مغناطيس قوي يعمل تباين خصائص الفيزيائية للأنسجة يعني هذا هو اعتماده الخصائص الفيزيائية هي التكثب في ذره هيدلوجين بمنطقة معينة دون غيرها يساعدني على التنينز بين أنموع الأنسجة المختلفة تحديد أماكنها بضقة نوعه حالته الصحية من حيث المظهر شعني من حيث المظهر يعني أنا عندي خلية صار عندي عطب بشكله أو منطقة هو ما بميز الخلايا بميز مناطق عصبية بالدماء عندي منطقة صار عندي عطب بشكله أو تلف أو في عندي جزء معين صار فيه نقص خلايا تموتت أو أي شيء وتم ام نعرف خلايا عصبية ما بتتجدد بقى هو بيكشف لي هذا الموضوع بجع زيادة أكثر من هيك هذا بيعتمد على الطبيب وعلى تشخيصه بأنه هو يكون عنده نظرة صحيحة للمنية التشريحية للدماغ وقاربة مع الصورة التي تطلع عن تصوير رالين بغناطيسي ويعرف المشكلة المتواجدة يبدأ بحله تصوير رالين بغناطيسي نصور صورة من حل المشكلة الصور قد تطلع خلال ساعات قد تطلع خلال أيام بعض الصور اضطرت لشهور بس لا تطلع عن الصورة رح يتم معالجة المشكلة أو تداركة بطريقة معينة رح نرجع نعمل صورة ثانية لحتى نتأكد هي شو عطتني نتائج يرجع يطلع عندي مشكلة برجع أنا بعمله صورة وبنرجع من عالجة بطريقة ثانية وهكذا حتى نقدر نصل بالنهاية لحل المشكلة في فكرة هون هو انه من بين ما اعمل اول صورة لحد ما وصل لحل المشكلة قد يكون صار عندي مشاكل أخرى بما ان الـMRI هو اخر شي وصلنا له بسوريا نتج بعضه الـFMRI ما رح احكي جوه هو هل رح نشوقه وبعضه الاصل في المستوى كمان رح احكي حتى اسمه الـFMRI هو المشكلة انه بالبلاد العربية ابدا غير متوافر اصلا مفي بحوث عربية يعني هو غير متوافر جربت احدى المشافى بالمملكة العربية السعودية انه تطبقه بس ما قدروا يوصلوا لشي كتير لان البحوث اللي معمولة بشكل اصلية باللغة الانجليزية وهذا الموضوع ما قدر يكتير يساعدهم رح نشوف كريستوفر شرح يحكي لنا عن تقنية الجديدة تقنية الجديدة اذا هو اعتمد بشكل اساسي ببحثه على الرنين المغناطيسي اللي هو الـMRI الـMRI بتوقع ان ما انتو عاملينه بتعرفوا حدا عامله وهكذا هو بنحضم الجهاز بصير فيه اصوات كتير وتطع اخر شي صورة هذا هو باختصار التقنية اللي هو عم يحكي عنا او بالاحرى اللي هو عم يعتمد عليها اللي هي تقنية احدث من الـMRI لكنها اقل تطورت من التقنية الجديدة اللي هو عم يقصده الـFMRI هو الـFunctional MRI اللي هو التصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي التصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي بتعتمد على انو انا يكشف فزيولوجية الجسم او فزيولوجية الدماغ التعرف على المناطق على حسب الوظيفة اللي بيعملها عندي ها بطريقتين انو انا خلي المريد اثناء الخضوا على صورة الرنين المغناطيسي يحرك شيء او انه انا نبهه وشوف استجابته لشيء بهاي الطريقة انا راح شوف شو المنطقة اللي اللي تنبهت من الدماغ هذا هو باختصار التصوير انه ناطيسي الوظيفي تم تطويره بمحلة معينة لانه صار فيه مواد ملونة لحتى ان اقدر ميز منطقة عن منطقة يعني قد انا بحركة لما هو يحرك جسم معين يعطيني وظيفتين بمنطقتين مختلفين طيب هاي الوظيفة هي عند اي ثانية وهي وظيفة عند اي ثانية هذا الشيء خلاني استخدام مواد المفنورة لتلوين ماطق معينة من الدماغ بألوان مختلفة بحسب تأثيرها الـFMRI هو يعتمد بشكل اساسي على كثافة الاكسجين واقفته الاكسجين بصير كثيف بالمنطقة اللي بتدفع اللي بتعمل حركة السبب هو خلايا عصبية بالدطاقة والاكسجين هو برهان الخلايا العصبية وهي الرحلة كلها بالـFMRI ادروا يكشفوا بدايات علاج مرض الصرع مرض الصرع هو عبارة عن اضطراب او عطب بخلايا عصبية معينة اثناء العملية الجراحية للاستقصال محاولات ضئيلة للاستقصال خلايا متعلقة بالإصابة بمرض الصرع صار في عندنا مشاكل انه يستقصلوا معها اجزاء العلاقة بالحركة واللمس السبب هو التقارب الشديد وبعدم القدرة على التمييز لانه نحنا بنشوف بالأطالس اللي بني التشريحيه للدماغ ملوه نيش شريان لونه ازرق الوريد لونه احمر المنطقة الفلانية لونه اصفر اما اثناء العملية الجراحية يبقى كله احمر باحمر اثناء التصوير المناطيسي الوظيفي انا بقدر اعطي تنبيه للجسم لحتى يحدثني مكان الحركة واللمس خصوصاً اللي يتضرره اثناء عمليات الصراع بهاي الحالة انا بقدر اتجنب الوقوع بالاخطاء عن طريق تقنية بسيطة وهي مانا كثير متطورة عن الامر اي مساوى الافا معرأي هو بشكل اساسي هي بنيطة معقدة هي بتحتاج لاثنين بلوكس من الالكترونات تتوضع على جانبين الرنين والمغناطيسي هي تعطيني اشارات مدنانية ضعيفة وبالتالي بقدر ما هي مهمة نهايتان بس هي رح توصل ضعيفة بانا صحيح تشوف المنطقة اللي اشتغلت وظيفياً بس هي بصورة ضعيفة قد تكون المنطقة اوسعة منها بشوي اضيقت منها بشوي هي مانا بهاي الضقة الرهيبة لانه خلاص عند هاي النقطة صارت وظيفة معينة هي بتحتاج بين المية مت ثانية وتلدقة يعني بين المية والمية وثانية لحتى تعطيني الصورة وبالتالي هي من تعطيني الصورة مباشرة يعني انا اذا قلتلكم انه الذاكرة قد ينفعني بالذاكرة ليفهموا اراعي ينفعني لانه هو تأثيره الاستجابة رح تعطينيها بعد وقت وانا الصورة عنديها بعد ثلاث دقائق بانا رح ادر اخذها لكن اذا اخترحت مثلا الانفعال مباشر مبتعطينيها لا لانه الانفعال هو مدته بين العشرة والثلاثين ثانية ما رح اقدر احصل على لانه لابن ما تطلع على الصورة بتكون خلص الانفعال لهيك هي محدودة بهذا النطاق بالنطاق انه انا عندي انه هو بده يحرك شيء الاستجابة رح تضل لمدة طويلة نسبيا طويلة لحتى انا اقدر احصل على الصورة المطلوبة اللي كان بحكى عنه كريستوفر هو انه التصوير اللي الموناطيسي الوظيفي هو مهم بشكل كبير لحتى انا اعرف وظيفة كل جزء يعني انا بحرك ايدي ما بعرف اي نقطة هي اللي اثرت بينما بتصوير الموناطيسي الوظيفي بتطلع معي الصورة بتحدد للنقطة اللي اثرت اي moderat هو كتير مهم هدا التطوير لكان فيه تطوير مهم أمتع واحلى منه اللي هو RT-FMRI الرتي هي اللي بعض المحافظين علي الصدام الاحرف الصغيرة السبب هو انو طلع البحث من مخابر الاختراعات او التطويرات من سنتين فقط ولم يتم اعتماده في بس ثلاث جهات رسمية اجنبية اللي بتحكي عنه احد الحكي اذا ادورتو على الانترنت رح تلاقوه كتير صعب تلاقوه معلومات عن الريل تايم تانكشن امر اي بس ثلاث جهات رسمية اجنبية حكيت عنه ولا جهة عربية هذه الجهات العربية لسا ما حكيت عنها مر اي الريل تايم فانكشن امر اي هو التصوير الرنين المغناطيسي بالوقت الحالي المباشر يعني انا هلأ عم احكي انا هلأ عمشوف اي مناطق هي المتفاعله بان احنا اذا استخدمنا الكودونات الملونات لحتى شوف ملاطق الدماغ رحوا انا عم احكي ظلني عمشوف نقطة ملوانة نقطة ملوانة نقطة ملوانة او اثناء حركتي او اثناء اي شيء السؤال الاكبر اللي سأله هو كيف بدنا نستخدمه انا بالأول بدي احكي شغلة صغيرة هي بين الFMRI والRTMFMRI الريل تايم هو عم يكون اكثر دقة السبب المجد لاحظة مفترض تمام لانه عم يعطيني مباشر اول شغلة ثاني شغلة بنته اقل تعقيدا يعني مع انه هو متطور اكثر من الFMRI بس الخبراء اعتمدوا على مبدأ انه انا كل ما وزعت وزعت وظيفة التقاني بالقل تكثر دقتها يعني انا عندي تقاني معينة هي رح تعطيني اخر شي الصورة اللي رح تعطي الصورة النهائية تعطيها للدكتور بالRTFMRI تعطيني الصورتين واحد بيشوف المريض وهو عم يقدع للصورة او مضرورة مريض اي شخص والثانية هي اللي بيشوفه الطبيب هذا الموضوع بيعمل حالة من التطابق يعني بيصير احتمال الخضاء اقل الFMRI جربوا ويستخدموها جهات حكومية اجنبية بالكشف عن الكذب فشلك السبب هو انه سهولة الخداع بالكذب يعني انا ممكن اكزوب هيدا يبعد ان انسى كذبتي لابن ما اوصل لل180 ثانية يكون رايح منطقة التطابق اما بالRTFMRI فهو يعطيني ايها مباشر هذا الفرق الاساسي اللي عم يوجهونه الFMRI تصوير اللي المناطيسي الوظيفي بيسمحلي بالاستغناء عن جهاز المنظار اثناء الجراحات التنظيرين لانه هو عم يعطيني ردة فعل مباشرة عم يعطيني صورة تقريبا مباشرة الRTFMRI بيعطيني جراحة مجسمة الصورة اللي بتطلع هي 3D صورة مجسمة يعني انا كأنه قدامي دماغ نفسه دماغي صار على جنب بالنقطة المعينة صار في تأثير معين وغيره كيف راح نستخدم الRTFMRI راح ركي عن حالات المرضية بداية عن حالات المرضية عندي السرع، الزهامر، باركنسون، الشلل هاي الامور كلها هي اضطراب عصبي يعني انا عندي اضطراب معين ما عم معرف كيف توجهه ما عم بعرف وين سببه بيقلولك انه انا عندي انهراس بجزء معين من الدماغ يعني انا عندي كل هادول الخلايا من ضغطين على بعض تمام طيب انه شو المظائف اللي راح اخسرها بيقلولك منشوف مع الايام يعني شو بيصير معه بيصير بينتزال بيصير بطيء بالحركة بيصير امور ثانية بوقت بيكشوف انه معناته انه جزء الفلاني هو اللي كان ضمن الجزء المهروس من الدماغ او غيره هلا اهان انا صار فيني مباشرة اطلب انه يعمل حركة شوف تأثير نقطة معينة او ما في ورا منطقة تأثرت بعض المناطق اللي تأثرت بخلي المنطقة اللي ما تأثرت والتصوير الرني المناطيسي الوظيفي بالريل تايم بيعطيني الصورة خلال اول شي طم تطويره لعشرين ثانية كان خلال عشرين ثانية بيعطيني الصورة بعدين صار خلال من واحدة لخمسة ثانية هلا اللي عم ينشغل عليه واللي ما انطرح لسه هو عبارة عن اجزاء من الثانية يعني مباشر مباشر فعلا غير عن الامور المرضية عندي الامور الاجتماعية هو حكي انه في عدة مناطق عم ينشغل عليها هذا المشروع اللي هي المناطق النائية اللي عندن مشاكل بتجي عن طريق سوق التغذية عن طريق البيئة وهيكا امور بيعطيني مشكلة بالتعلم مشكلة بالكلام هدول المشاكل اللي هي مو زند بالشخص يعني مو زنده انه يصل على سوق التغذية لحتى يعمل مشكلة بالتعلم طب انا شلون بدي حلها الحل الاجتماعي هو حل على مأمد بعيد هلأ صار عندي حل مباشر يعني انا عم بعرف هاي الشغلة الفنانية شلون فورا عم تصير معرفة المشكلة هي هنا بيقولوا نصف الحل انا بقول كل الحل يعني خلاص انا مسلط انا عرفت شو المشكلة باي بس اني عاجة المعالجة بصير بكتير طرق عندي علاجات شعائية عندي علاجات كيميائية علاجات جراحية علاجات دوائية العلاج بصير موضوعته لما انا اعرف بالضبط المشكلة ودائما الدماغ هو الجزء الصعب المجهول يعني دائما في اكتشافات جديدة بالدماغ دائما في امور جديدة نحن ما بنعرفها عم بتصير عم نكتشفها عم نعمل ميزة لما انا يكون عندي طفل عنده صعودة بالتعلم عنده صعودة بالشياء معين لما حطه مع طفل ما عنده صعودة بالتعلم علم ماد شوف اي منطقة هي اللي تنبهت فورا مع عالية التعليم وشوف الطفل الثاني اي منطقة هي اللي ما تنبهت بقى انا راح اعرف سبب المشكلة لما هذا الشخص يشوف المشكلة نفس مادة اسألة الامتحان انا لما اقعد حل بالبيت بحل وعلى الطرف الثاني موجود عندي الحل بقى انا بحل بتطلع بتأكد فبعرف انه اذا عندي غلط انا عندي مشكلة بهذا الموضوع بقرار بعيد الفقرة وبعدها من نهاية طريقة دراسة اما بالامتحان فانا بس بحل ما بعرفش رو مدي يتأكد فورا انا راح اضطر التأكد بعد ما تخلص المحاضرة بعد ما يفصل المتحان اذا قدرت افصل اذا قدرت افصل نفس المبدأ هون من تصوير المناطيس الوظيفة اللي هو اثنان الامتحان والريل تايم هو لما اكون عم بدرس راح نقدر نعمل انشاءالات كتير عظيمة اذا عرفنا السبب المباشر للمشكلة هو حل جدري لكتير مشاكل امور مرضية حاليا تم التطرق بس للامراض العصبية والمشاكل اللي عنده عطب الخلايا العصبية عطب البساحات الوظيفية لكن مستقبلا انا بشوف انه راح يكون حل لكتير امور لانه نهاية كل مراكز العصبية بترشع للدماغ ما انا عندي اي عطل باي منطقة راح يعطيني تأثير مباشر للدماغ راح يلل المشكلة الجدريا اممم الRTFMRI بيعطيك امكانية انك تتحكم باعلامك تتحكم بشخصيتك تتحكم بايشي انت بدك انا لما اشوف انه انا لما عم عمل الشغلة الفلانية عم تتأثر المنطقة الفلانية لما عم اعمل الشغلة الثانية عم تتأثر المنطقة ثانية طب معناته انا راح اضل بهذا النطاق لان اعمل اول شغلة لحتى انا ضل عم اثر بهاي المنطقة لما الواحد يشوف شو عم بيصير بيادر يتصرف افضل حدا عنده اقتراح لستخدام الRTFMRI طيب راح يصير انكم اقتراحات طب 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 طن الط طب طب كيف بدي اطار دارة؟ كيف بدي اطار دارة؟ ارادة؟ لا هلأ يمكن بيحركة مؤينة انا بعرف اذا انا انا فكر بشيء معين مثلا او بعمل توصف معين او اقعد اي شيء بقى بشوف انه افردت من هذه المنطقة اضعت الدارة و انا بظلني محافظ عليه من هذا المبدأ يعني ممكن مثلا الابرة الصينية المسلامة تكون اذا عرفنا وين الام تقطع الابرة الصينية هي علاج مصغر عن هذا الموضوع موضوع مصغر عن التصوير المناطيسي الوطيفي بالوقت الحالي او الريل تايم السبب هو انه انا طرق الموضوع علمي كثير راح بععد عن اي موضوع ثاني من ضمن الموضوع عن الطاقة وسواها بحل المشاكل نفسيا وانه اقنع الشخص انه لازم يتغير و لازم يعدل و لازم اشياء ثانية انا عندي هون موضوع علمي بحد الموضوع العلمي دائما هو مساعد افضل حل افضل هو اللي راح يعطيني لقدام طرق ابعد و مستقبلي كثير اكبر كريستوفر دي كارنز و سي جي اوغوان اللي هو سي جي اوغوان هو اللي اسس الـ تسلل المناطسة الوظيفة بيقولوا بمدونتهم اللي انطرحت من خلال شهر قبل شهر انه هنه بيتوقعوا تغيير جذري للعلوم الطبية بعد اختراع الـ رتي اف ام ار اي لانه احنا كل تطويرنا كل معلوماتنا جاي عن طريق التنبؤ او التجربة اللي هي بتضل على مدى السنين كما شفنا اول طريقة اللي التصوير كانت 1895 وصلنا الاخر طريقة اللي افن ومعنى بقى هذا ابعد شي وصلوا له نحا اتمنى انو نوصل له ام ام رتي اف ام ار اي يعني هو فعليا ما عم يحلل المشكلة وهو عم يكون موجه عم يكشفلي اه طبع يعني هو انا فيه استخدمه بكل حالات العصبية او ايش بيستخدمات بس هو فس بيورجيني هو تصوير هو معنى علاج هو تصوير مثل كل انواع التصوير انا بالاشعة السينية لما اصور العظم يطلع معي مكسور ما بنجبر بالاشعة السينية الـ RTFMRI هو نهاية نوع تصوير هو نوع كشف بس انا تمام تشخيص التشخيص بحد زاته انا عندي مشكلين عندي مشكل تشخيص الامراض خوصا الامراض العصبية وما رح يكشف بس عن اجزاء العصبية مثل ما حكينا عن كل الاجزاء لانه الادماغ بيقدر ما هو مركز عصبي بس هو فيه مركز عصبية لكل انحاء الجسم لكل الحركات لكل الاحاسيس لكل البشاعر ما انا اذا قدرت طبق على الادماغ انا اكون حلت مشكل جسم كامل انا بيتمنى انه تكون هاي اول محاضرة عربية من طرح الـ RTFMRI تكون محاضرة غنية افادت طرحت فكرة حلوة اتمنى انه افكار كريستفور دي فارمز وامنياته بتخديم هذا الموضوع بتقدم العلم بالمستقبل تكون وصلت ما تكون استمتعت ومستفدت شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم